أمويل الحكومة مكدسة بمصر في لبنان وكان معها 11 شهر لتحضر للتصعيد اللي بلش التنين بس ما حضرت شيء وتركت الناس تعب الفراغ لحالة بيّن فشل خطة الطوارئ الحكومية على أربع مستويات واحد ما كان في خطة إجلاء الناس تركت بيوتها بجنوب التنين قبل الظهر ووصلت ع بيروت تاني يوم الصبح وبدل ما يتم تنظيم السير وتوزيعه ع عدة مسارات انتركت الأمور للفوضى اتنين فتحت المدارس أبوابها للناس حين بموادرات محلية وما توفر فيها شيء حتى الفرش والأكل والماء تأمن بشغل الجمعيات والأفراد تلاتة أول يومين حرب انقطع حليب الأطفال والحفاظات وجزء كبير من أدوية الأمراض المزمنة بمعظم صيدليات المناطق الأمنة بسبب الضغط ما كان في أي إدارة لعملية توريدها السلع الحساسة أربعة انعرضت البيوت للأجار بأضعاف الكلفة الطبيعية الرقابة غابت وما كان في أي أحصاء أو جرد لها البيوت بالمناطق الأمنة الحجة التقليدية هي انو الحكومة ما عندها الإمكانات هالحكي مش صحيح بحساب الدولة بمصري في لبنان صار مجمع 5.7 مليار دولار من أموال الضرائب جزء صغير كتير من هالمصاري كان قادر يموّل خطة الطوارئ هيدا غير انو في كتير إجراءات ما بتكلف شيء مثل تنظيم عملية الإجلاء وتحضير المدارس وتكليف البلديات بأحصاء الأماكن الشغرة بس الحكومة ما عملت شغله